السلام عليكم. محمود كساب. استشارع قارب العاصمة لادارية جديدة. هو جديد. الفيديو دوت هيكون الجزء التاني عن حصر المشاريع الادارية الموجودة في الحي المالي. هتكلمه اليار第INE يوانا تخصص اداري في الحي المالي. نعمل حصر شامل. للمشاريع الادارية في الحي المالي. وكمان المشاريع اللي هي موجودة في الحي الاداري.grad over through three processes that help me find the التخصص اداري بالكامل. بحيث حضراتكم يكون عندكم الفكرة عن المشاريع اللي هي وقد التخصص اداري بالكامل في العاصمة لسنة الفين تتة وعشرين. طبعا انا هتكلم في الفيديو دوت عن تحديس الاسعار سعر المتر اللي وصل لها كل مشروع المساحات المتوفرة انظمة السلاد الكتومات موعد الاستلام نسبة الانشاءات اللي وصل لها كل مطور حاليا. طيب مبدئيا كده بتاعة الحي المالي بتوضح لنا المشاريع الادارية. آآ المتاحة دلوقتي عندنا مشروع سري سكوير لشركة دومينار موجودة هنا. مشروع الكوير بيردي آآ لشركة اركبلان. مشروع سولاس لشركة فاو. آآ كابيتال وان لشركة البطل. آآ مشروع ابلون آآ في عندنا باراجون طبعا لشركة بلداريا او باراجون برضو للتطوير العقاري. عندنا انيزيو شركة انيزيو. عندنا آآ سنترال كابيتال دوت خاص لشركة عامر جروب. آآ كايرو بيزنس بلازا لشركة بيتر هوم. آآ باراجون عندنا فيجن طاول لشركة ان اي جي ده بتاع شركة بروج مصر. ده تالت مشروع لشركة بروج مصر في الحي المالي. فده عموما كده حصر لكل المشاريع اللي هي وعدة تخصص اداري في الحي المالي. في عندنا كمان مشروع سنتو تابع لشركة بروج. موجود في الاريا دي. طبعا. هتكلم دلوقتي عن مشروع انيزيو. آآ طبعا المشروع دوت من اوائل المشاريع اللي اطرحت في الحي المالي. آآ موقع بتاقة الارض هنا وتظهر على طول منطقة فيها جاردن. آآ ده شكل التصميم العام للمشروع. مطور العقاري شركة انيزيو. آآ المشروع دوت الاسعار بتاعته كانت السنة اللي فاتت. آآ بتبتدي سعر المتر من اثنين واربعين الف بيوصل لحد تلاتة وخمسين الف. دلوقتي سعر المتر في الفين تلاتة وعشرين بيبدأ من سبع وستين الف. المشروع استيلام نهاية السنة. وهواري لحضراتكم برضو الانشاءات الموجودة في الموقع. دي كده انظمة السداد الموجودة في المشروع. آآ مقدم خمسة وعشرين في المية على تلات سنين و Tangsbit خصم عشرين في المية في مقدم عشرين في المية والتقسيط على اربع سنين بخصم اربعتاشر في المية كل انهت كده انظمة السداد لحد لمقدم اربعين في المية وباقي على سنة بتاخد عليه خصم خمسة وعشرين في المية. دي كده صور الانشآت الموجودة في الموقع. تاني مشروع هتكلم عنه اللي هو لشركة عامل ده اللي هو الموقع بتاعه موجود هنا. يعتبر بتاعه مباشر على البنك المركزي والبنك الاهلي وبنك مصر على الميدان. وده شكل التصميم العام للمشروع. مبدئيا وقت طرح المشروع دوت كان سعر اقل واحدة تلاتة واربيين متر كانت عاملة مليون تمامية وتستاشر الف. حاليا في الفين تلاتة وعشرين الوحدة التمانية واربيين متر سعرها عامل تلاتة مليون وسبعمائة الف جنيه. مقدم خمستاشر في المية والباية على سبع سنين. الاستلام خلال سنة ونصف. آآ اه هواري لحضراتكو برضو الانشآت الموجودة في الموقع ومخلصين تلاتة بيزمنت والاربي ووصلين لحد الدور التالت. طبعا الصيانة في كل المشاريع بيتكون عشرة في المال. طيب. هتكلم دلوقتي عن مشروع كايرو بيزنس بلازا من اكبر المشاريع الموجودة في الحي المالي لانهما عبارة عن اربع مباني. آآ هي المنطقة دي كلها. يعني هي القطايتين دولار مقسومين على اربع مباني. تمام? آآ المشروع دوت آآ بتاعه شركة بترهوم. المساحات فيه بتبدأ من ستة وستين متر. العسعار بتاعته في الفين اتنين وعشرين كان سعر المتر بيبدأ من آآ ستة واربعين الف الحد سبعة وخمسين الف. تسليم بدون تشطيب. سعر المتر في الفين تلاتة وعشرين بيبدأ من واحد وتمانين الف خمسمية ستة وعشرين جنيه حد تسعين الف خمسمية تلاتة وستين جنيه. آآ ممكن يكون فيه للتشطيب لو حركة تفاعت مع المطور او كده. تكلفة بتاعته ممكن بتبدأ من ست تلاف جنيه للمتر. التأسيط مؤدى مع عشرة في المية والبيع على خمس سنين وفيه خصم عشرة في المية الفترة محدودة. آآ المشروع تسليم نهائي بتاعه الفين ستة وعشرين. هوري لحضراتكم هنا الانشاءات الواصل لها المشروع. والمشروع خلاص اكتمل البناء فيه بشكل كامل. وحاليا في المرحلة بتاعته التركيب الوجهات. نكلم دلوقتي عن مشروع ابلون وشركة كاتاليست آآ نوقع بتاع المشروع ويعتبر على الطريق بتاع الحضارة الرئاسية واضين القطايتين دولة. وبظهرهم طبعا منطقة الجاردن. آآ المشروع دوت آآ طبعا هما الاتنين تخصيص اداري بالكامل. آآ المساحات آآ بتبتدي اقل حاجة من واحد وستين متر. احنا هنتكلم عن مبنى تمانية وعشرين وفيه مبنى سبعة وعشرين. مبنى تمانية وعشرين مساحات بتبدأ من واحد وستين متر. سعر المتر في الفين اتنين وعشرين بيبدأ من ستة وثلاثين الف الحد ستة واربعين الف. سعر المتر في المشروع دوت او في المبنى تمانية وعشرين. سعر المتر في الفين تلاتة وعشرين بيبدأ من اربعة وستين الف الحد سبعين الف جنيه. للتقسيد في المبنى بتاع تمانية وعشرين بيكون مقدم خمستاشر في المية والبيع على خمس سنين. وفيه خمستاشر في المية والبيع على اربع سنين بخصم عشرة في المية. وفيه 15% والباقي على سنتين بخصم 20% وفيه 15% مؤدم والباقي على سنة بخصم 25% وفيه مؤدم 25% والباقي على خمس سنين بخصم 10% وفيه مؤدم 30% والباقي على خمس سنين بخصم 14% مبنى 28 ويعتبر في المرحلة بتاعة صب الدور الرابع هتكلم بعد كده عن مبنى 27 دوت المرحلة الانشائية بتاعته ان هم مخلصين العواميد بتاعته الدور الاول وبيصبوا السقف بتاعة الدور الاول المساحات بتبتدي في مبنى 27 من 73 متر سعر المتر في 2023 بيبدأ من 65000 حد 75000 انظمة السادات بتكون مؤدم 10% على 6 سنين او مؤدم 10% على 5 سنين بخصم 10% وفيه مؤدم 10% على 3 سنين بخصم 20% وفيه مؤدم 10% على سنتين بخصم 25% وفيه مؤدم 20% على 6 سنين بخصم 13% وفيه مؤدم 25% والباقي على 6 سنين بخصم 16% فديه عموما كده بالنسبة لانظمة السادات المشروع دوت ما عندهوش سيانة السيانة ديت هتتصعر وقت لما المشروع يشتغل ويكون فيه شركة ادارة موجودة هي اللي هتحط وديعة السيانة ودي كده برضه صور للانشاءات الموجودة في الموقع ده المبنى اللي هو رقم 27 بعد كده هنا مشروع سنتو وجنب الارض بتاعة انيزيوك ده بتاع شركة البروك المشروع ده يعني اتفتح فيه البيع وخلص في خلال وقته صير جدا كان اخر سعر للمتر اه واصل اللي كان متوسط حاجة وستين الف هو حاليا المشروع متبع بالكامل يعني وديه رخصة الانشاءات بتاعة المشروع هتكلم دلوقتي عن مشروع سيلي سكوير ده المطور العقاري بتاع شركة دومينار هو القطعة ديت بالزبط كده تمام المشروع دوت المساحات فيه بتبدأ من خمسة واربعين متر سعر المتر في الفين اتنين وعشرين كان بيبدأ من تسعة وتلاتين الف تلاتة وخمسين الف حاليا سعر المتر في الفين تلاتة وعشرين بيبدأ من ستة وسبعين الف لحد واحد وتمانين الف جنيه التقسيط مقدم خمستاشر في المية والباقي على خمس سنين وفيه عشرين في المية مقدم والباقي على ست سنين وفيه خمسة وعشرين في المية مقدم وتقسيط الباقي على سبع سنين المهم إنه بتكون نسبة التحصيل لحد الاستلام 55% بالنسبة للعروض السميكاش بيكون فيه نظام مؤدم 40% والباقي على سنة حاليا بتاخد خصم 36% وفيه مؤدم 30% على سنتين بتاخد عليه خصم 33% وفيه نظام مؤدم 25% والباقي على 3 سنين بخصم 30% وخصم الكاش 40% ودهي تعتبر أعلى نسبة خصم موجودة في العاصمة حاليا الصيانة بتكون عشرة في المية بتتدفع طبعا قبل الاستلام بستة شهور والمشروع بالكامل استلامه في الفين خمسة وعشرين وهم حاليا واصلين للعوامير بتاعة الدور التالت والرابع دي الانشاءات الموجودة في الموقع هتكلم دلوقتي عن مشروع الكوير بيردي ده شكل التصميم العامل المشروع هو موقعه هنا بالزبط كده ده شكل التصميم العامل المشروع والموقع بتاع المشروع في الحتة دية المشروع ده المطور العقاري بتاعه شركة مبدئيا بالنسبة للمساحات بتبدأ من مية تلاتة وتسعين متر سعر المتر حاليا في الفين تلاتة وعشرين بيبدأ من واحد وتسعين الف وخمسمية جنيه المشروع ده الطرح السنة اللي فاته التقسيط مقدم خمسة وعشرين في المية والباقي على خمس سنين وخصم الكاش اثنين وثلاثين في المية وهم حاليا مخلصين السقف بتاع الدور السابع المشروع بالكامل استلامه في خلال سنتين ودي صورة كده للانشآت بتاعة المشروع ده شكل التصميم العامل المشروع والموقع بتاع قطعة الارض موجودة هنا احواريها لحضراتكو موجودة هنا القطعة دية للزبط كده تمام اه طبعا بالنسبة للمساحات في المشروع ده بدي تبدأ اقل حاجة من خمسين متر اللي هي بتاعت الدور الاول سعر المسر في الفين اتنين وعشرين كان بيبدأ من اربعين الف الحد ستة واربعين الف سعر المسر حاليا في الفين تلاتة وعشرين بيبدأ من ستة وخمسين الف وخمسمية وخمسين جنيه حد تسعة وتمانين الف وتلتمية جنيه التقسيط مقدم عشرة في المية والباقي على تمام سنين بخصم اربعة في المية وفيه اه تقسيط مقدم خمستاشر في المية والباقي على تمام سنين بخصم سبعة في المية وفيه عشرين في المية مقدم والباقي على تمام سنين بخصم تسعة في المية مفيش خصم للكاش هم حاليا المخلصين والدور الاردي وهوري لحضراتكو فيديو كده للتصوير من الموقع المشروع استلام ديسمبر الفين اربعة وعشرين دي كده الموقع بتاع الارض بتاع مشروع بيجن تاور هتكلم دلوقتي عن مشروع باراجون ده اول مشروع لشركة باراجون للتطوير العقادي في الحي المالي من اول مشاريع للطرحة في الحي المالي موقع بتاع قطة الارض هنا مبدئيا هو حاليا متاح في المشروع قليل جدا يمكن هم مفتوح البيع في لشكل الانشاءات الموجودة في المشروع حاليا يعني المشروع خلاص اكتمل الجنع في المرحلة بتاع التركيب الوجهات الزجاجية والتشطيبات الداخلية حاليا المتاح اقل حاجة المساحات بتبدأ من اتين وخمسين متر الحد مية واحد وتمانين متر سعر المتر في الفين تلاتة وعشرين بيبدأ من تمانية وسبعين الف الحد ستة وتمانين الف في باكية بتاعت الباركينج حاليا تكلفتها Around $250 بتكون اختيال ولا تسيانة عشرة في المية التسليم بيكون بدون تشحيك التقسيد بيكون بدون مقدم على اربع سنين وفيه خمستاشر في المية مقدم وبعد سنتين ضفع عشرة في المية والباية على خمس سنين وفيه نظام 30 في المية مقدم والباية على ست سنين وفيه بدون مقدم على سنتين وده بيكون عليه خصم عشرين في المية وفيه نظام مقدم خمستاشر في المية ودفعة استلام خمستاشر في المية والباقي بيكون اقصاد متساوية على اربع سنين بدون اي فصومات فده كده بشكل عام بالنسبة التفاصيل بتاعت مشروع باراجون هتكلم بعد كده عن باراجون تو برضو هوريد حضراتكم انا واقف هنا على الموقع بتاع قطعة الارض مشروع باراجون تو المشروع ده تاني مشروع لشركة باراجون بالنسبة للمساحات والاسعار التحديث الحاجات ديت يعني مش متاحة دلوقتي لان المشروع البيع موقوب فيه بيعمله اعادة تسعير وكده فما عندناش اي معلومات ابديت خاصة بالاسعار وانظمة السداد والحاجات ديت ولكن هو فيه نسبة انشاءات موجودة فيه يمكن تعادل دلوقتي 30% سعر المتر بتاعه كان وقت الطرح السنة اللي فاتت كان بيبتدي من 40 الف جنيه هوريد حضراتكم برضو دلوقتي المشروع بتاع باراجون سري ده تالت مشروع الطرح للتطوير العقاري خلال نهاية السنة اللي فاتت هو المشروع بالضبط الموقع بتاعه جنب الارض بتاع السولاس موجود هنا بالضبط يعني دي تعتبر كده الارض بتاع السولاس مشروع سولاس وده الشارع بتاع الحضائق رئاسية وده كده بالضبط الموقع بتاع قطاة الأرض هو طبعا المشروع ده الطرح كان نهاية السنة اللي فاتت دي كده الانشاءات الموجودة في الموقع هم حاليا انشغالين في الانشاءات بتاعة البازمنت اللي هو بتاعة دور التالي البازمنت التالي المساحات بتبتدي اقل حاجة من سبعة وستين متر اه بسعر خمسة مليون سبعمية تسعة واربعين الف جنيه يعني ده كان البداية المساحات اه بالنسبة سعر المتر في الفين تلاتة وعشرين بيبتدي من تمانين الف لحد خمسة وتسعين الف جنيه اه انظمة السلاد مقدم عشرة في المية والباقي على ست سنين مع خصم عشرة في المية وفي مقدم خمستاشر في المية والباقي على اربع سنين مع خصم تلاتين في المية وفي مقدم عشرين في المية والباقي على تلات سنين مع خصم خمسة وتلاتين في المية وفي مقدم عشرة في المية والباقي على سنتين مع خصم اربعين في المية خصم الكاش في المشروع ده بيوصل لسبعة واربعين في المية فانا حبيت اوري لحضراتكو كده الانشاءات الموجودة في الموقع. وبالنسبة لانزمة استداد وسعر المتر حالي. نتكلم دلوقتي عن مشروع ده تالت مشروع لشركة بروش مصر في التاقي المالي. آآ الموقع بتاع المشروع هي القطعة ديت. تمام? آآ مبدئيا المساحات في المشروع ده بتبدأ من اربعة وخمسين متر الحد مية تسعة وتمانين متر. سعر المتر النهاردة في الفين تلاتة وعشرين بيبدأ من تمانية وسبعين الف الحد واحد وتمانين الف وتلتمية. اقل مكتب اربعة وخمسين متر سعره عامل اربعة مليون تلتمية سبعة وخمسين الف قبل الخصم العشرة في المية. التقسيط مقدم خمسة في المية والباقي على اربع سنين. وفيه عشرة في المية مقدم والباقي على خمس سنين. وفيه خمستاشر في المية مقدم والباقي على ست سنين. اقصات متساوية. خصم الكاش لو بيتقصت على سنة هيكون تداتين في المية. ولو فوري هيكون خمسة وثلاثين في المالي. هم حاليا وصلين لانشاءات يعني مخلصين البازمنت وجاجالين حاليا في الدور الارضي. وده هيعتبر تاني مشروع ليهم في الحي المالي اللي هم حاليا يعني قفلين البيع فيه لان هم هيأجروا المشروع دوت بشكل كامل يعني للشركات. فهو بس مدي احق ان هو ايه يقدر ان هو يقوم مشروع بالكامل من غير ما يبيع في حي. ده اللي هو المشروع التاني بتاعهم في الحي المالي. لكن ده كده الموقع بتاع المشروع بتاع سيكستي سي. نتكلم دلوقتي عن مشروع كابيتال وان بشركة البطل. ده شكل التصميم العام للمشروع. وده الانشاءات بتاعة المشروع. وهو موقعه طبعا مميز جدا لان هو على الميدان. هي القطعة ديت بالزبط كده. وعلى الميدان بتاع آآ الحضائق الرئاسية. طيب. آآ مبدئيا عشان الحضائق يكونوا عارفين المساحات في المشروع دوت بتبدأ أغلى حاجة من ثلاثة وستين متر حد امتين اتنين وستين متر. سعر المتر في الفين تلاتة وعشرين بيبتدي من تمانية وستين الف سبعمائة تلاتة وتسعين لحد تلاتة وتسعين الف سبعمائة سبعة وستين جنيه. التقسيط مقدم سبعة في المية والباقي على سبع سنين. الصيانة بتكون عشرة في المية. طبعا المشروع مكتمل للانشاءات فيه وحاليا هم في المرحلة بتاعة التقفيل. فده كده بالنسبة لآآ كابيتال وان. اخر حاجة عندنا المشروع بتاع السولاس هو حاليا المشروع مبني بشكل كامل الحيكل الخرصاني بتاعه وحاليا كمان في المرحلة بتاعة التقفيل. آآ ولكن المشروع البيع يمكن موقف في دلوقتي لانهما بيعملوا قاعدة تسعير للوحدات المتبقية. انا كده حبيت اعمل لحضراتكم حصروا مراجعة لتحديث الاسعار في المشاريع اللي هي موجودة في الحي المالي. هتكلم دلوقتي مع حضراتكم عن التلات مشاريع الادارية موجودة فالحيي البيدالي. بهس십نا كده عملنا المهم لكل المشاريع اللي ده تخصص اداري في العصر. انا هتكلم مع حضراتكم دلوقتي عن الحيي الاداري هي المنطقة دي بالزبط كده. هناك ثلاث مشاريع مطروحة في الحيي الاداري مشروع וمشروع ومشروع . ثلاث مشاريعragدا واغدين وجهة قصاد المنطقة اللي هي فيها البرلمان والوزارات. طبعا اه هنا فيه المنطقة اللي فيها الفنون والتراس ومسجد مصر وسوق الدهن. اول مشروع هتكلم عنه لها قطعة ارض رقم واحد لشركة مشروع ده اتطرح السنة اللي فاتت اه او في نهاية السنة اللي فاتت. المشروع دوت الارتفاع بتاعه بيكون ارضي وتمنط دوار. هو المنطقة كلها تخصيص اداري بالكامل. اه يعني اللي مبنى بالكامل من الدور الارتفاع السابع او الثامن بيكون اداري. المساحات فيه بتبتدي من 24 متر. وسعر المتر حاليا بيبدأ من 47000 تحدي 70000. التأسيط مقدم 10% والباقي على ست سنين وفيه 15% على سبع سنين وفيه 20% على تمت سنين وفيه 25% مقدم على تسع سنين وفيه 30% مقدم على عشر سنين. فيه انظمة بيكون عليها خصومات. لو حرك دفعت 10% مقدم مؤسطة البيع على خمس سنين هتاخد حصم سبعة في المية ولو دفعت مقدم عشرة في المية والبيع على اربع سنين هتاخد حصم اتناشر في المية لو دفعت عشرة في المية والبيع على ثلاث سنين هتاخد حصم خمستاشر في المية استلام المشروع طبعا كمان ثلاث سنين والصيانة بتكون عشرة في المية كده شكل التصور العامل المشروع ده الموقع بتاع المشروع وهنا المنطقة طبعا اللي هيكون قصادنا هنا البرلمان طبعا لسه ما فيش اي انشاءات هناك لاني يعني لسه الترخيص والاجراءات القانونية ديت بتاخد شوية وقت. عندي تاني مشروع هتكلم عنه انه هو بتاع شركة بابيلون مشروع السيناتور اللي هو مواضين قطعتين ارض وده القطعة الاولانية اللي هي واجهة مباشرة اصاد البرلمان. ده كده بالزبط هنا الموقع بتاع المشروع بتاع الارض بتاع السيناتور وهنا وصلنا البرلمان وساحة الشعب وبعد كده هنا موجود مجلس الوزراء والوزارات في المنطقة دي. ده كده شكل التصميم العمل المشروع. دي كده الفلور بلان. احنا عندنا الاسعار بتبتيج من اتنين وخمسين الف وخمسمين جنيه لحد اتنين وسبعين الف وخمسمين جنيه لها وغضة البيو بتاحها نحية البرلمان. طبعا البيو دوت بيكون بصص هنا على منطقة جاردن. اه بنتكلم ان مساحات اقل حاجة من واحد وثلاثين متر حد الف وثلاثمية اتنين وعشرين اه متر. اه اقل مكتب هيبقى مساحته حوالي تمانية وتلاتين متر. ده السجر بتاعه يبقى عامل مليون تسعمية خمسة وتسعين الف. فده كده بشكل عام على تسع سنين. خصم الكاش تلاتين في المية ومصاريف السيانة عشرة في المية. الاستلام خلال ستة وتلاتين شهر بيكون تشتيب كامل بالمكايفات. وطبعا كل المشاريع بتكون تشتيب آآ بالتكليفات. هما حاليا برضو في المرحلة اللي هما مخلصين الحفر في الموقع. احواري بحضراتكم كده آآ فيديو للموقع بتاع المشروع. النسبة طبعا للحفر هو خلصان بالكامل. هما حاليا في المرحلة بتاعة الاحلال. وما كون هو هيتم مصب الخرصانة خلال اسبوعين. المشروع هتكلم عنه مشروع لوق تاورز لشركة العاصمة للتشييد. ومواضين قطعتين ارض هنا. آآ طبعا الارتفاعات بتكون ارضي وثمانة دوار. تخصيص اداري بالكامل. آآ المشروع ده وقت المساحات فيه بتبدأ اهل حاجة من ستة وعشرين متر. آآ بالنسبة للاسعار حاليا سعر المتر بيبدأ من اربعة واربعين الف بحد خمسة وخمسين الف. اهل مساحة موجودة دلوقتي اثنين وثلاثين متر. متوسط سعرها عامل مليون fourEngine تسعة واربعين الف. آآ بالنسبة للمساحات التمانية وثلاثين متر اللي هي بتبقى وغضة البيو على البلازا. دي سعرها بيبقى عامل مليون ستة مية خمسة وسبعين الف. وفي مساحة اربعة وستين متر وغضة واجهة البرلمان وده بتبقى عاملة تلاتة مليون متين آآ اثنين وثلاثين الف. وفيه المساحة اللي اربعة وخمسين متر اللي هي وغضة البيو بتاعة مسجد مصر. دي بتبقى عامل اتنين مليون سبعمية ستة وتمانين الف جنين. الوحدات كلها بتستلم تشتيب كامل بالتكيفات. استلام خلال تلات سنين ونصف. آآ بيبقى في طبعا بند خاص بالايجار. آآ ده بيبقى موجود في العقد. والتأسيد بيكون مقدم عشرة في المية والباقي على سبع سنين. وفيه خمستاشر في المية والباقي على ثمان سنين. اقصات متساوية. خاصم الكاش بيكون الربعين في المية والسيانة بتكون عشرة في المية ودهي بتستدد قبل الاستلام بسنين. عموما كده ده كان حصر شامل لكل المشاريع اللي وقده تخصص اداري في العاصمة في منطقة الحي المالي. وآآ في المنطقة اللي هي بتاعة الحي الاداري اللي اصاب البرلماني. فانا حبيت اعمل لحضراتكم الحصر دوت عشان اي عميل هو مهتم بالقطاع الاداري بالتحديد وحطت في اعتباره فكرة ان هو ياخد مكتب في مشروع يكون متخصص اداري بالكامل. يبقى وصل له الفكرة دلوقتي عن تحديث الاسعار الواصل لها كل مشروع واخر نسب الانشاءات الواصلين لها المطورين. بهز يبقى عنده الفكرة الجنان عليها يبتدي يبقى عارف التوجه بتاعه رايح لفين. آآ طبعا انا بصفة استشاري عقاري متخصص في العاصمة من الفين وسبعتاشر بكون مع حضرتك بكل القطوات ديت من وقت اختيار نوع الاستثمار اللي حضرتك حابب تكمل فيه حسب طبيعة الميزانية بتاعت حضرتك عشان تعرف ان انت الاستثمار بتاعك ده يقدر يجيب لك افضل عائد ممكن من حيث القيمة الايجارية وفي اسرع وقت ممكن. آآ كمان بكون مع حضرتك مسلا في مسألة الاختيار بتاع المشاريع بنعمل مقارنة آآ توضيحية لكل مشروع بمميزاته بعيوبه آآ بالكومنت اللي ممكن يكون مش مناسب لحضرتك يعني حسب طبيعة كل مطور او كده آآ بحيث ان احنا نقدر نطلع من المقارنة ديت باختيارات محددة هي تكون الاقرب لطبيعة الطلب اللي حريك بتتكلم فيه وتكون طبعا في حدود الميزانية بتاعت حضرتك الخدمة ديت بتكون مجانية طبعا من جير اي رسوم آآ انا بكون مع حضرتك في اختيار يعني ممكن احنا زي ما بنلاقي المشروع مميز وكل حاجة كمان بنحاول احنا نختار مع بعض المميزة يعني دي طبعا بتساعدك بعد كده سواء في مسألة التأجير او حتى لو حضرتك حبيت تباعها في اي وقت الخدمة ديت بتكون مجانية من جير اي رسوم آآ لو حضرتك عندك اي استفسار بشكل عام تقدر تبعاتي اي مساج من كلال الرقم الزهر على الشاشة دعلي واتساب او في لينك موجود في اول الوصف وحضرتك اول ما تضغط عليه هو بيوصلك على طول على الواتساب الخاص ديت الخدمة بتكون مجانية وتحت امر حضرتك في اي وقت شرفوني دايما شكرا اشتركوا في القناة